وأيضا شيخ بدر يا أحبة في الله أيها المشاهدون والله تذكرت آية أخرى يعني الله سبحانه وتعالى ينذرنا من هذه النار الله جل وعلا يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقام الذي كذب وتولى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقام الذي كذب وتولى نسأل الله العافية والسلام وأيضا شيخ بدر يا أحبة في الله أيها المشاهدون والله تذكرت آية أخرى يعني الله سبحانه وتعالى ينذرنا من هذه النار الله جل وعلا يقول تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور تبارك الذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لم تérence نسبة لي ترجمة نانسي قنقر افطار افطار ترجمة نانسي قنقر و في صفحة سيكون ذركة ترجمة نانسي قنقر و شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركت كثيرها ترجمة نانسي قنقر